العيل الأردني ويبليس يا أولاد اكتشفت أن أبوكم يحكي مع واحد روسية ومتفقين أنهم يتجوزون أبوك رب العالي على الساعة 2 أريد أن أسافر عندها أنا لا أعرف ما أريد أن أعمل يا الله زي ما هو يحكي مع واحد روسية وأنت يحكي مع واحد روسي يا زرمي خرص أنت ترسل الموضوع يا أما خب جواز السفر تاعه فعلا إنه خبي وقتها سيطلع أمك ويطلع جواز جديد ويسافر ونحن أصلاً لا نريد أن يسافر وما هو الحال؟ أنا لقيت الحال ماما رجزي معي تذهب على الصيدلية وتطلب منهم دون منومة اللونه أبيض على الفتاة وتضحنيه وتضحنيه من نيح وتضحيه بكيس شفاف صغير وتخبيه بمحفظة بابا وبكرة أول ما يوصل المطار تبلغي عليه أنه معه مخدرات وهون يمسكوه ويضربوه ويبهدلوه ويحبسوه وبخده منه عين الدم أقل يشبده من أسبوعين لشهر بالسجن وهون وقتها الروسية تتأكد أنه بابا يضحك عليها وهون أنت تكون يأخذت حقك بدون متلمسي وكما تنسيش أنه سينزل عليه منع سفر ويبطل يسافر لكن أيضا ماما أريد منك شغلة لا تكتر كمية الدواء لكي بابا لا ينزل على تجارة نحن جماعة من خاطع سمعتنا يخرب بيتك يخرب بيتك ماذا هي أنت؟ ولك الله أعينه الذي أريد أخذك أنت في شغير الله بأخذك أصلا أقسم بالله يا ماما أنك أوسخ من عماتك موسيقى